السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسبساراتكم على هواتف البرنامج ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلن عندي مكالمات تنتظر تفضل يخطئي ناس السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله شيخ سؤال الأول عندي زيادة لأن مقبولة لا لا إن شاء الله يعني إذا واحد يعني يحتصر ويروح يزور الأن إن شاء الله السؤال الثاني إذا واحد يعني مريض ودار مداره يشتفي بمرضه نعم مرحبا أختي أهلا وسهلا تفضل يا علي السلام عليكم عليكم السلام أحيط الله شيخ سيب حالك حياك الله علي شيخ أنني ثلاثة أسلام تفضل سؤال الأول بالنسبة للي عما يريد أن يتزوج فإن عليه بالصوم متى يبدأ بالصوم هل إذا كان لم ينوي الزواج أبدا أو إذا أبحث ولم يجد منك الناس بالزواج وكمدت هذا الصوم يعني إن شاء الله سؤال الثاني إذا كنت على القنابة ولم أجد الماء لا أختصر هل تتيمم يسخطوينها بالنقاس للقنابة وهل إذا صلت عليه شيء تتيمم يعني ما وجدت الماء أيوة إن شاء الله على القنابة يعني هل تتيمم يذهب بالنقاس للقنابة وعلى القل طيب سؤال الثالث هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من يوم الأربعة يتعوذ يتعوذ أو من يوم الأربعة إن شاء الله علي الشيخ دعواتك لوالدي بالشفاء لأنه مصاب بكارونا الله يشفيه وعافيه وشفيه جميع مرضى المسلمين يا رب ويرفع الوباء عن العالمين اللهم أمين بخير بارك الله فيه مرحبا مرحبا علي أمريم رمي عليكم يا شيخ عليكم السلام يا شيخ عندي السألة أهى يا شيخ السؤال الأول واش النذر وواش العهد بكتبيني بالنذر والعهد إن شاء الله والسؤال الثاني أنا يا شيخ مرة مرضى كناك يا رب أنت شبعيه unde عاشة يكون خلاص أنا بحصوم مرة والخميس طول عمر وأحصوم البيض وأحصوم في الشهر وثلاث أيام طول عمر أيت شبعيه وغ your刷 بحصوم بحصوم على السؤال الثاني سومين الاثنين والخميس وأوش بعد قا قدت أنا صوم من الاثنين والخميس طول عمر وأحصوم بالبيض وأحصوم في شهر الثلاث أيام طول عمر يما في شبعيه وانت قدرتي على هذا ولا ما قدرتي يا الشيخ والسؤال الثالث طهيب تفضلي السؤال الثالث يا شيخ أنا لما يعني يجي رمضان يعني ما اصوم اثنين وخميس اصوم رمضان كيف يعني يصوم اثنين وخميس اقضيهم ولا لا ما اقضيهم كيف يعني ان شاء الله والسؤال الرابع يا الشيخ أنا لحين نشوف التلفون بعضهم يقولوا طويل التك طويل يقول صلح لي لايك صلح لي لايك هل يقول صلح لايك ولا ما يقول ادعمهم يعني باللايك شاء الله يا عمريم يا شيخ يبعي السؤال يا شيخ يشيخ انا عندي تفكير 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 يا شيخ انا احلثني ما اذكر مرة ثانية وارجع مرة ثانية ذكر ذكر يعني خلاص التفكير واصل فيني طيب يا عمريم اضغى نصيحتك يا شيخ إن شاء الله تسمعنا النصيحة أبشري بحول الله الله يثبتنا وإياك وجميع المسلمين يا رب أمت الله تفضلي يا أختي السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال دكتور؟ عندي سؤالي أن ألزاك خير تفضل أختي عندي يا شيخ أنا دبعت أصبع كذا الإبهام السكين وتوضيت المغرب وحطيت علىها الشطرطون عشان الدم يطلع وصليت وما توضيت حطيتها وصليت الشيخ نسيت وصليت بهالعشان ما داريت ما دهي تجو صلاتي أو لا أختي أنت انجرحتي وبعدين حطيت اللاصق الطبي جرحت وحطيت اللاصق الطبي وجيت توضى المغرب شلتها وتوضيت ورجعت حطيتها ثانية مرة عشان نفيتها أشيلة توضيت وصليت ونسيت وصليت المغرب والعيشة بنفس الوضوء لا توضيت ثاني مرة بس أني ما شلهته توضيت العيشة ثاني مرة وهو عليكي نسيت تشيلة طيب مسحتي عليه من فوق ولا غسلتيه أنا غاسلتها مرة واحدة لأن القدرة بس شراس المهام صغير بس أنه صغير مرة يعني باللزاق هذا صغير نعم الطبي اللي يحط على الجروح أيها دكتور الله عبيكي طيب السؤال الثاني السؤال الثاني الله يبدأ خير فيه عند البزران عند البزران الألعاب هذه دمى شكل كلاب وشكل حيوانات يعني أكثر هذا كلاب دمى يعني ملبسها زي الفرو هل يجوز العمومة ولا غير يجوز إن شاء الله يعطيك العافية دكتور مرحبا مرحبا تفضل أبو علي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف صحتك يا شيخ الحمد لله سؤال من صاحبي صاحبي بلما علب فارغة من الشارع أي العلب فيها يعني فيها نوع من البيرة نعم يبيعها على نفس المصانع يعني لا لا يعني بيع على الماركات يعني أي مارك أي مارك خش عليه بيع يعني أي مارك إن شاء الله إن شاء الله أبشر أبو علي يا شيخ كماني بالنسبة لصلاة الأربع ركع بعد العشي بعد السنة بعد السنة أي أنا قرأها جحراً ولا سراً إن شاء الله صاحب الله أمرك طويل أهلاً وسهلاً ومرحباً أم نال سلام عليكم يا شيخ عليكم السلامة الله كيف حالك يا شيخ شاء الله أهلاً وسهلاً جزاك الله جزاك الله خير يا شيخ أهلاً وسهلاً يا شيخ أنا من سألتك عن الإسفنجي على ركب لأنه في سالم من سلطان دعوان وقت قالك أنه مو أنت قلت أنه ما بتجوز وقلت لي أنت أنه بتجوز يعني ما فهمت إيش السؤال أختي سألتك أنه بجوز حط الإسفنجي على ركبي أثناء الصلاة طيب فأنت قلت لي آه يجوز بس الأخ سالم قالك أنه أنت قلت لا يجوز ها يعني الأخ سالم أنا حلا بثبت له الحكي أنه يجوز إن شاء الله طيب شيخ عندي كم سؤال بس هيك خفاف على السريع يلا أول شي شيخ نحن نحن كبني آدمين وبني يعني نحن نتبع سنة رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام هل سنشعر بمشقة عند اتباعها بأدقة تفاصيلها يعني أنا أقرأ سنة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وأشعر بأنها من ساعة استيقاظه إلى بكافة التفاصيل هل بحياة النومية سنشعر؟ نحن نعمل بها ولكن ليس كثيرا صح يا شيخ؟ صحي هل سنشعر بمشقة؟ مثلا يا شيخ أنا أريد أن أعززها بنفسي وبمن حولي بما أنه نحن أعتبر أنه هي صح تجوز ومحببة لنا ولكن أشعر بأنها قليلة على سبيل المثال يا شيخ سوم ست شوال أنا كنت مريضة قبل بعد رمضان مرضت فكل الأشخاص الذين سمعوا أنهم سوف أسهم لا فأنت هي سنة هي سنة أحسست يا شيخ بأنه آه سنة ولكن يعني هل أنه لا يعني ليس محبدا أن نطبقها يعني أنه مو مثل القرآن فأنت عليه يا شيخ أي واضح إن شاء الله السؤال الثاني السؤال الثاني يا شيخ لدي ابنة خالة في أوروبا متزوجة من شخص والعياذ وبالله لا أريد أن أتكلم عليه ولكن يعنفها نفسيا بما أنه لا يستطيع أن يعنفها جسديا لدرجة أنها وصلت لمرحلة تقولي أريده الانتحار فأنا يا شيخ نصحتها أنه في البداية كنت أنصحها أن تصبر وتصبر ولكن الآن أقول لها إذهبي إلى القضاء أخذي حقك ومن هذا الكلام هل علي اسم يا شيخ ولكن أعرف أنها وصلت لمرحلة يا شيخ قالت بأنها تريد أن تنتحر من تعنيفه النفسي لها إن شاء الله السؤال الثالث يا شيخ في الآية الكريمة قل عوضي رب الله قل عوضي رب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل عملوا فسيرى الله وعملكم ورسوله هو المؤمنون إلى آخر الآية ما نقصد بفئة المؤمنون هنا بالآية يا دكتور إن شاء الله السؤال الرابع يا شيخ وهو الأخير أبي مات رحمه الله الحمد لله والحمد لله متعبد صائم قائم حتى أنه في رمضان ختم حوالي 12 مرة القرآن ولله الحمد والمنى يا شيخ بس أريد أن أسأل شيء هو كان جيد جيد فيه ولكن عصبي عصبي علينا جدا يا شيخ هل هو كل رعي مسؤولا عن رعيته هل تربيته لنا والحمد لله والفضل والمنى كل أولاده نحن جميعا الحمد لله متعبدين قائمين مستورين ولله الحمد هل هذا سيغفر له غضبه الذي كان يغضبه علينا ونحن ندعو له الآن ونتصدق والحمد لله ولكن دائما دائما أحمل هذا الموضوع يا شيخ إن شاء الله أمنا الأبشر إن شاء الله أهلا وسهلا من فضل أبو علي السلام عليكم شيخ عزيز عليكم السلام وتباركاته الله يحفظك إن شاء الله يبارك فيك عندي سؤالين فضل أبو علي سؤال الأول عندما نكون نصلي وراء الإمام الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم بعض الناس يعني يقول اللهم اهدنا واهد بنا هل هذا يعني كيف حكم الشيء هذا هل هو جائز أو لا سؤال الثاني نفس الشيء إياك نعبد وإياك نستعين نقول استعنى بالله بعض الناس هكذا يقولون يعني هاي السؤالين وبعد سؤال ثالث أبو علي الله يحفظك يا ربي وإنهم في عمرك على طاعته آمين الواحد عنده سؤال خاص يعني ويبه يتصل فيه شخصيا أبو فرهان كيف الترتيب الله يحفظك فيه الرقم الواتس أب الخاص بالبرنامج تأخذي أبو علي وترسل لي رسالة عليه وأبشر بخير إن شاء الله والله يبشرك بالخير الآن المخرج يساعدنا جزاء الله خير هذا هو بارك الله فيك مرحبا آمين مرحبا السلام عليكم يا شيخنا عليكم السلام تباركاته الله يحفظك ويطير في عمرك بصحة وعافية وطاعته آمين جاك الله خير يا شيخنا أنا اليوم طبعا الحمد لله نويت الصيام وقدت الجوال على قبل الفجر دقائق يعني على أساس أني يعني أعقد الصوم على أي موية على ثمر على شيء ولكن سبحان الله غفيت ولا يعني صحيت إلا بالأذان في الجوال وقمت على عجل كذا أخذت لي ثمرات ثلاث حبات وشربت عليها كاسة موية وطبعا كان الوقت الأذان 33 دقيقة وفي الجوال 33 دقيقة فما أعجل يعني صومي هذا يعني أنت أكلت 33 نعم والأذان على 33 33 لكن الصوم نفل ولا فرض لا لا نفل الله يجب نفل طيب يا أبو محمد تسمع الجواب والسؤال الثاني الله يحفظ كان فيه نقاش مع الأخوان أي وطبعا يتكلم عن الأخوان المخالفين وعن الأخوان اللي عندهم مخالفات وعندهم تكسير وعندهم أشياء فكنت يعني أنا لكم دينكم وريدين رد علي الأخوان لهذه أخي لا يبزل احتجاج بها لأنها هذه خاصة في الرسول اللهم صلي وسلم عليه يعني إزاك الله خير بغيتك يعني أوضح الأمر هذا الله يحفظ إن شاء الله أبشر أبو محمد وإياك وإياك تفضل يام عمر عليكم السلام وبركاته الله سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين سريعا السؤال الأول أنا عندي بنت ولد ولد أختي عايشين معي منهم صغيرين البنت عندها سبع سنين مريضة قلب جالها كورونا مضعفة دخلت العناية فأنا ما شفتها ندرت ندر لله قلت يا رب أول لما تقف على رجلها وتدخل بباب العمارة أنا أتبح لها عيك فأنا ما عنديش مشكلة اللي أنا أنفذ الندر أنا بس هل ممكن إن أنا نفذ الندر ده عند الراجل اللي هندبح عنده ولا لازم في نفس المكان اللي أنا ندرت ليه دي الأول السؤال الثاني أنا يعني كنت ملتزمة جدا جدا في قراية في الوطر اليوم كل يوم بالليل والصلف معاده والتسبيح وكده دلوقتي الدنيا مالت بي شوية حسيت حسى إن أنا تكسلت حسى إن أنا وأنا بصلي أسرح حسى إن أنا بقيت أجمع بين السلاطين المغرب والعيشة يعني بينهم خمس دقائق ولا حال فمانيش عارف أعمل إيه لإن أنا حسى إن أنا بقيت دلوقتي حوالي سنة زي الأول الأول كنت كل يوم لازم الجزء يوميا بالليل قراه السلحة ما بتسريقش إيه دي العداد بالقلاب دي أقلم مش عارفة هل أنا فيه إيه اللي حصل معي أنا مش عارفة عايز أرجع زي ما كنت ومش عارفة فممكن جزك والله كل خير سلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلام أبو خليفة شكرا عليكم الشيخنا عليكم السلام حتى الله الله يحفظك يعني ولات تصلي تنظر إلى الكعبة نعم أهلا وسهلا أم عمير أم أمير أمير تفضلي أم أمير السلام عليكم يا سيح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أريد أسأل سؤال أم زوجي والدة زوجي هي أدهر هناك مريضة يعني سؤالي من الصرع تتعد عليها منذ كانت صغيرة لكن تفعر أنه هي المذنبة ومسبب لمرضها لأنها مر ضربتها عندما كانت في الخامسة من أمرها تقريبا يعني عاجي مثل أي أم أحيانا تضرب أولادها ألمان أنه هي بعد مدة من الضربة خافت ومنذ ذلك الحين تعاني النفسرة والآن عمرها ثلاثين سنة وهي المعينة إلها وتربيها بس هي تسعر بالزنب وتخاف من الله لا يعاقبها ويعني تقول هل أنا مذنبة وماذا تفعل وهي ما يعني ما تقدر تنام براحة بالليل فضمير هي أنبها ألمان أنه هي تطلط ومتتقي أمها كثيرا وجزعك الله عن خير يا سيحة مرحبا أختي مامير تسمعين الجواب من عمر السلام عليكم عليكم السلام وبركاته حياك الله شيخنا عندي بس سؤالين لو سمعت توضل يا عمر أول سؤال هل هو شرط أن الله سبحانه يعطي الإنسان في الدنيا شيء لكن ياخذ منه شيء آخر من مكان ما يعني الإنسان لا يمكن أن يحصل على كل شيء في الدنيا لا بد أن يكون هناك نقص في مكان ما ها هو السؤال طبعا سؤال الثاني سؤال الثاني كنا الجادل أنا وصحابي عن وجود النكاح أو الجماع في الجنة ومنهم من قال أن لا وجود الجماع في الجنة وأنا كنت أقول أنه لا بد من وجود الجماع لأن الله وعد عباده الصالحين بالحور العين فإن لم يكن هناك نكاح أو جماع وما فاديت حور العين بس هذه سؤالي عمر شكرا شكرا يعطيك العافية مرحبا مرحبا مرام السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ أقتي مريضة بالسكر وأحيانا تضح من النوم وهي بغير وعيها الكامل فتتوضى للصلاة هل أمرها كل مرة تتوضى بهذا الحال أنها تعيد الوضو لأن مرة واحدة شفتها تتوضى بشكل سريع والماء قد لا يصل لكامل العضو هل كل مرة أمرها أنها تعيد الوضو شكرا يا مرام السؤال الثاني كتابة الآيات القرآنية على بطائق فواصل للكتاب هل هذا جائز ويكتبوها بشكل خطوط متداخلة في بعضها كيف يا مرام هذه ما فهمت السؤال الأخير لو سمحتي يعني يكتبوا الآيات على بطائق تكون فواصل للكتاب فواصل لكتاب يعني من الكتب العادية هي آية قرآنية ويكتبوها ويكتبوها بشكل متداخل في بعض خطوط متداخلة في بعض يعني هذا يسمون يستخدم يسمون فن من الفنون الخط وكذا ايو نعم طيح ممكن ما يكون فن لكن خط شر اي طيح ان شاء الله يا مرأة يضب مع السلام طيح عليكم السلام طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع عندي الأخت إيناس من العراق سألت سؤالين في سؤال الأول تقول ما حكم زيارة الأئمة وهلية مقبولة أختي إيناس بارك الله فيك بالنسبة للجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية أولا بالنسبة للمرأة الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تزور المقابر لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهيه عن زيارة النساء للقبور أو للمقابر بل لعن صلى الله عليه وسلم لعن زورات القبور وفي لفظ زائرات القبور هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة للمرأة تدعو لميتها ولو كانت في أقصى الأرض فإن الدعاء إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يصل ثوابه إلى الميت وليس شرطا أن يقبل الدعاء بالزيارة يعني ليس شرطا بعض الناس الآن يعتقد بأنه ما يقبل الدعاء إلا إذا زار وذهب إلى المقبرة أو ذهب إلى القبر هذا الأمر الثاني المسألة الثالثة بالنسبة لشد الرحالة إلى زيارة القبور كأن يسافر الإنسان من بلد إلى بلد حتى يزور قبر قريب له أو شخص أي شخص هذا محرم ولا يجوز فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فكيف شد الرحال إلى القبور فهذا محرم ولا يجوز هذا محرم ولا يجوز مسألة أخرى زيارة المقابر اعتقاد الإنسان أنه إذا زار المقبور هذا بأن هذا يجعله واسطة بينه وبين الله هذا من الشرك الأكبر هذا الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام لإبطاله ولذلك يزور أي شخص يزور مقبور ويطلب منه أو يجعله واسطة بينه وبين الله هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام زيارة القبور وزيارة المقبور اعتقاد أن الدعاء عند هذا القبر أو في هذا المكان مقبول وله مزية هذا من البدع الخطيرة نسأل الله العافية حتى لو قال يا رب يعني الآن زار قبر شخص مثلا وقف على جنبه وقال يا رب يعتقد أن هذا المكان بجوار هذا القبر له مزية وله مكان والله يقبل الدعاء هذا حرام هذا من البدع الخطيرة أما إذا جاء إلى المقبور وسأله قال يا فلان اشفني يا فلان رد غائبي يا فلان عندي مصيبة يا فلان أنا امرأة تقول أنا ما ألد أو رجل يقول أنا عقيم وكذا وهكذا هذا من الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة فحبيت أرتب لك المسألة واختي الفاضلة حتى تتنبهين إلى مثل هذه الأحكام أي ناس تقول إذا كان شخص مريض مثلا ويشتكي للي حوله تقول ما حكم ذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك أولا بالنسبة للشكوى على نوعين شكوى إخبار وشكوى نستطيع أن نقول مثلا شكوى تضجر و جزع أما شكوى الإخبار فيجوز يجوز الإنسان إذا قال له الطبيب أو الطبيبة سلمات شفيك يقول الله أنا فيك ذا وفيك ذا وفيك هاي سمونا إخبار سمونا إخبار أو مثلا شخص فقدوه جماعة المسجد قالوا له سلامات ما شو ذاك في المسجد قال والله سامحوني أنا مريض و كذا و كذا يقول إخبار يخبرهم أو أقارب قالوا له ما شفناك يا فلان أو أقاربك أنت يا إيناس قالوا لك إيناس أنت غايب عننا فترة تو والله أنا مريض إخبار هذا ما في شيء أما شكوى التضجر و الجزع فهذا حرام و لا يجوز و لذلك كيف يشكو الإنسان الله عز و جل إلى خلقه الأصل أن الإنسان يشكو الخلق إلى الله ما يشكو الخالق إلى المخلوق فإذا كان الإنسان يشكو يعني هذا الأمر يقول الله أنا كذا و كذا بنية الشكوى إلى المخلوقين فهذا و العدو بالله خطر على دين الإنسان كيف تشكو الخالق إلى المخلوق و بعدين هذه الأمراض و الابتلاءات هذه نعمة من نعم الله هذه المحن في طياتها منح هذه الآلام في طياتها آمال هذه الأوجاع في طياتها أجور و رفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى و للأسف الشديد بعض الناس يتساهل في الشكوى إلى شكوى الإخبار حتى تؤدي به إلى شكوى الله إلى خلقه نسأل الله العافية و السلام فبعض الناس دائما كلما جاء مجلس والله أنا فيك كذا فيني كذا فيك أنا والله عندي المرض فلان عندي طيبة الناس ما سألوك الناس ما سألوك أنت أيضا و لذلك الإنسان يحمد الله الإمام أحمد رحمة الله عليه لما مرض يعني خرج منه أنين فجاءه أحد العلماء فروى حديثا أو أثرا أن الملك يكتب حتى الأنين فانتهى الإمام أحمد أصبح لا يئن من شدة الوجع اللي كان فيه بعدما تعرض لتعذيب في فتنة القول بخلق القرآن فترك الأنين الأنين هذا يكتبه الملك يكتبه و لذلك الأصل في الأنين أنه مباح لكن سيكتب فإذا كان أنين لا يسيطر الإنسان على نفسه ما في شيء أما إذا كان أنين لا لأجل يعني يظهر بأن بأن الله عز وجل يعني يبتليه و كذا و يشكو الخالق إلى المخلوق لا هذا سيكتب عليه لا له علي من عمان يقول بالنسبة للشخص الذي ما استطاع الزواج كيف يصوم و ما هي مدة الصوم و متى يبدأ الصوم علي بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإنه له وجاء هذه العلة و الشباب على قسمين قسم لم يتزوج لكنه قادر على السيطرة على نفسه و ما عنده مشكلة بمعنى أنه محافظ على نفسه على أعضاءه على جوارحه بعيد عن كل ما يفجر الشهوة و الغريزة في نفسه يعني المؤثرات هذه و لذلك ما يحتاج إلى الصوم يقول أنا ما أحتاج إلى الصوم الحمد لله أنا محافظ على نفسه و بعيد عن الأسباب التي تقود إلى يعني إثارة الغريزة و الشهوة ما يلزع شخص آخر أو شاب آخر لا هو محتاج إلى الزواج لكن ما عنده قدرة مادية ما يستطيع الزواج النبي عليه الصلاة أرشد هذه الجنس من الشباب إلى الصيام و هذا ليس على سبيل الوجوب و إنه على سبيل الإرشاد يعني فعليه بالصوم هذا على سبيل الإرشاد فإنه له وجاء لأن الصوم يضيق مجار الدم و إذا تضيقت مجار الدم في جسد الإنسان ضعفت الشهوة ضعفت الشهوة و يعني لا يفكر في مثلا الزنا و لا يفكر في الاستمناء أو شيء من هذا القبيل علي يقول إذا كنت على جنابة و ما وجدت الماء و تيممت يقول هل هذا التيمم يذهب نجاسة الجنابة علي بارك الله فيك أولا بالنسبة للمسلم لا ينجس المسلم لا ينجس و الجنابة ليست نجاسة بارك الله فيك الجنابة ليست نجاسة و إنما هي وصف معنوي قائم بالبدن وصف معنوي و ليس حسي وصف معنوي قائم بالبدن يمنع الإنسان من استباحة العبادة التي من شرطها الغسل التي من شرطها الغسل هذا هذا موجب للغسل و لذلك تعبيرك يا علي لما قلت يعني هل تذهب النجاسة غلط لأن الجنابة ليست نجاسة بارك الله فيك و لذلك الجنوب يجوز مصافحته يجوز يأكل و يشربه على جنابة يجوز يكتب و يقرأ في كتب العلم و كتب التفسير إلا القرآن لا كما قال جماهير أهل العلم يجوز له يداوم هو جنوب مثلا إذا ضاق يعني رجل استيقظ باقي عن الدوام ربع ساعة و ما استطع أن يغتسل يروح يداوم بعدين يرجع و يغتسل أنا أضرب لك مثال حتى أبيل لك على أن الجنابة ليست نجاسة ليست نجاسة و الطهارة عندنا نوعان طهارة مائية و طهارة ترابية الطهارة المائية استعمال الماء في الطهارة الصغرى الوضوء و في الطهارة الكبرى الغسل الطهارة الترابية تستعمل في بدل الوضوء و بدل الغسل و صفتها واحدة فقط يعني ما لها صفتان صفة واحدة أن يضرب يديه على الأرض ضربة واحدة و يمسح وجهه و يديه سواء في الطهارة الصغرى بدل الوضوء أو في الطهارة الكبرى بدل الغسل بارك الله فيك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّ لنا صفة التيمم صفة التيمم والتيمم فالراجح من قوله أهل العلم أنه رافع رافع للحدث ليس مبيح مبيح يعني فقط للعبادة لا لما نقول رافع رافع للحدث ما دام الإنسان مثلا تيمم يجوز يصلي الفريضة والسنة ويقول الأقرام بهذا التيمم ما لم ينتقد وضوءه بارك الله فيك علي بارك الله فيه يسأل هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من يوم الأربعة علي بارك الله فيك الجواب لا هذا غير صحيح وليس له أصل ليس له أصل أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من يوم الأربعة وفي حدود الطلاع وعلمي بأن هذا لا أصل له هذا لا أصل له بارك الله فيك وإنما هذا منقول في كتب التفسير أنما يعني في قول الله تعالى في يوم نحسن مستمر قالوا هذا يوم الإربعة لكن هذا وصف وليس اليوم هو اليوم المشؤوم على فرض صحة هذا الكلام اللي يقولونه وما ثبت هذا ما ثبت هذه روايات إسرائيلي فيوم الإربعة مثل يوم الخميس ومثل يوم الجمعة ومثل يوم السبل أزيدك يعني فائدة أن يوم الإربعة كما في حديث جابر رضي الله عنه أن الدعاء مستجاب في يوم الإربعة بين الظهر والعصر بين صلاة الظهر وصلاة العصر الدعاء مستجاب ومن أهل العلم خصه بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم قال عام كما فعل جابر وفعل جمع من الصحابة وجمع من السلف كان يدعون الله من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر يوم الإربعة وهذا يدلنا على أن هذا اليوم غير صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من يوم الإربعة أمري من السعودية تقول ما هو النذر وما هو العهد وما الفرق بينهما أختي أمري بارك الله فيك بالنسبة للنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع كان يقول لله علي الصيام شهر لله علي الصيام عشرة أيام لله علي ذبيحة لله علي كذا هذا هو النذر والعلم اختلفوا في حكمه منهم من قال محرم ويجب الوفاء به منهم من قال مكروه ويجب الوفاء به ومنهم ذهب إلى أنه مباح والراجح أنه مكروه في قول جماهير أهل العلم العهد له أكثر من معنى العهد له أكثر من معنى فالعهد قد يأتي بمعنى النذر يأتي بمعنى النذر وهذا يعرف من خلال القصد المهيج لقول العهد يعني مثلا يقول شخص عهد علي إن عاد ابني أذبح ذبيح عهد علي إن شف الله مريضي كذا هذا نذر هذا نذر ويأتي بمعنى العهد هو الميثاق أو الاتفاق مثلا يعني فلان عاهد فلان على عدم خيانته عاهد فلان على أن يأتي به بالشغل الفلاني إما أن يكون يعني تأتي بمعنى الوعد وتأتي بمعنى العقد وتأتي بمعنى الميثاق فهي على حسب يعني سياق الكلام بارك الله فيك أمريم تقول يعني أنا ملت وقلت إن شفيتني يا رب أصوم الاثنين والخميص طوال العمر وكذلك الأيام البيض إلى آخر ما ذكرت تقول ما حكم ذلك أمريم بارك الله فيك أنا ذكرت قبل قليل بأن النذر مكروه مكروه ولذلك أترك النذر بارك الله فيك لماذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى على النذر نهى على النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل والناذر يورط نفسه أحيانا في أمر هو في سعة هو اللي يورط نفسه هو اللي يضيق على عمره فأنت الآن يعني صيام الاثنين والخميص سنة مستحبة صيام الأيام البيض ثلاث سنة أنت اللي أوجبتي على نفسك الله ما أوجب عليك ذلك وما طلب الله عز وجل منك ولم يطرب النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقول الله لله عليك كذا وكذا فأترك النذر بارك الله فيك أنت الآن يجب عليك وجوبا أن تصوم الاثنين والخميص طوال العمر وأن تصوم الأيام البيض طوال العمر وإذا وافق الاثنين والخميص أو الأيام البيض العادة الشهرية تقضينها بعد العادة الشهرية مباشرة بعد ما تطهرين تقضين الأيام البيض الثلاث وتقضين الاثنين والخميص طوال عمرك إذا وصلت إلى مرحلة عجز خلاص تسألين أهل العلم بعد ذلك إذا وصلت إلى والله الآن أنا عجزت الآن تسألين أهل العلم أمريم تقول يعني أنا أصوم الأثنين والخميس تقول يعني ويأتي رمضان كيف أقضيهم أمريم بارك الله فيك الآن تقولين إذا دخل علي رمضان وأنت تصومين الأثنين والخميس تقولين هل تسقط عني أم لا هذا يختلف باختلاف باختلاف صومك فإذا كان صوم نفل لا ما تقضيم يعني أنت تصومين الاثنين والخميس صنة ما تقضيم بارك الله فيك أما إذا كان صياما واجبا يعني مثل النذر لله علي أن أصوم الاثنين والخميس فهل الآن يكون الاثنين والخميس اللي في رمضان من جملة الأيام يعني هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى تأمل أولا عندنا المشغول لا يشغل فالمشتغل بصوم رمضان لا يجوز له أن يضيف له عبادة أخرى يعني لأن وقت رمضان ضيق جدا وهل يشمل هذا النذر أم لا عموما أخت الفاضلة اللي يظهر والله أعلم أن نيتك صوم الاثنين والخميس نذرك يعني الاثنين والخميس طوال العمر أن المقصود في هذا الأيام التي في غير شهر رمضان وصيام رمضان يعني هي عبادة مستقلة لا تدخل عليها عبادة أخرى ولذلك فيما يظهر والله أعلم أنه لا تقضين هذه الأيام التي من رمضان يعني الاثنين والخميس هذا إذا كان نذر أما إذا كان سنة لا ما تقضينها لأن صوم رمضان واجب لله الحمد والأجر فيه عظيم بارك الله فيك أمريم تقول يعني هناك بعض الأشخاص يعني من خلال المحمول الهاتف الجوال يقولون لنا مثلا في برامج معينة يقولون صلح لي لايك صلح لي كذا تقول ما حكم ذلك أختي أمريم بارك الله فيك طبعا الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يدخل إلى المواقع المشبوهة والمحرمة أو المواقع التي يعني هي محل ريبة وإنما هذه الوسائل يستثمرها استثمار طيب وذلك بما يعود عليه بالنفع والفائدة وتضيف إليه إضافات شرعية وفكرية وعقلية ودنيوية أيضا حتى دنيوية يعني يستفيد منها لأن الإنسان في هذه الحياة يكتب عليه كل شيء قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتير قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه قال جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولذلك الإنسان يجب عليه أن يستثمر وقته في طاعة الله عز وجل أو في المباحات مثلا إن حصل خير مثلا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عن عمره فيما أفناه هذا العمر فيما أفنيته في التقرب إلى الله في المباحات أم في المحرمات هذا الأمر الأول الأمر الثاني من يطلب منك مثل ما ذكرتي تصلحين له لايك كما يقولون فإن كان والله في مسألة يعني فيها خير وفيها مصلحة وفيها يعني نفع للناس وفيها شيء يعني خير مثلا ما في بأس من باب التشجيع من باب التشجيع أما إذا كان لا مسألة محرمة أو فيها شيء من الأمور التي تتصادم مع نصوص الشريعة أو شيء حتى من المباحات ينبغي لك أن تبتعدي عن هذا لأن الذي يدمن على مثل هذه الوسائل وخاصة مثلا حتى لو قلنا بالمباحات المباحات هذه فضول فضول نظر وكلام وفعل سيقود إلى أشياء ربما تندمين عليها فيما بعد ولذلك إذا أنت كنت التابعين الطيبين والطيبات الخيرين والخيرات وقالوا لك والله شجعونا ما في بأس هذا من باب التعاون على البرد والتقوى أمريم تقول يعني أنا عندي يعني تفكير كثير جدا وأحاول أن أصرف نفسي عن هذا التفكير وأحلف على ذلك لكن تقول يعود للتفكير حتى في الصلاة أختي أمريم بارك الله فيك يعني بالنسبة للتفكير على نوعين تفكير محمود وفيه تفكير مذموم إذا كان الإنسان يفكر تفكير محمود هذا مطلوب يعني مثلا التدبر في آيات الله الشرعية والنظر في آيات الله الكونية هذا مما دعت إليه الشريعة قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق قال جل وعلا قل سيروا في الأرض ثم انظروا قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وآيات كثيرة فهذا تفكير محمود وفي القرآن أيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب أما إذا كان التفكير سيء وهذا الذي يظهر من كلامك أنك تفكرين في أشياء إما أن تكون سيئة أو إما أن تكون فقط دنيا لا يجب عليك فالصلاة أن تنتهي عن مثل هذا وإذا جاءك التفكير في الصلاة تدفلين عن يسارك ثلاث مرات وتستعيدين بالله تعالى من الشيطان الرجيم وتقبلين على صلاتك لأن الصلاة خير موضوع أما إذا كان التفكير في الدنيا فإن كان داخل الصلاة انصري فيه أما خارج الصلاة ما في بحس إنسان يفكر في أمور الدنيا كيف يرتب حياته كيف يترشد في الاستهلاك كيف يعني المرأة كيف تسعد زوجها الزوج كيف يسعد زوجته الأولاد شيء من هذا القبيل هذا ما في بأس لكن في غير الصلاة الصلاة يعني إقبال الصلاة للآخرة الصلاة تقبلين فيها على الله سبحانه وتعالى أمت الله من السعودية تقول يعني إن جرح أصبعي وضعت اللاصق الطبي شلته لما توضأت لصلاة المغرب تقولني سيته لما توضأت لصلاة العشاء هل علي شيء أخت الفاضلة ليس عليك شيء لأن اللواسق الطبية إذا كان والله الجرح وخرج دم ما يلزمك إنك تشيلينها لأن هذا يؤثر على الجرح هذا يؤثر على الجرح وإنما تمسحين عليها تمسحين من أعلاها يعني تغسلين أصابعك أنت قلت الإبهام الإبهام تغسلين جميع الكف وبعدين تمسحين مسع على اللاصق الطبي أنت تقولني حصلني غسلتي يعني أكيد من النوع البلاستيك غسلتي معه إن شاء الله ما عليك شيء لكن مستقبلا ما يلزمك نزع اللاصق الطبي إذا كان على جرح بحيث أنك لو شلتي تأثر الجرح لا ما يلزمك تمسحين عليه بارك الله فيك أمت الله تقول يعني عندي أولاد ونجيب لهم بعض الدمى الألعاب تقول على أشكال متنوعة يعني مثل كلاب وكذا ويلبسون مثل الفرو تقول يلعبون فيها هل فيها شيء أختي أمت الله بارك الله فيك هذه محل خلاب بين أهل العلم فيما يتعلق بالدمى التي هي من جنس ذوات الأرواح والراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بها لماذا؟ لأن مثل هذه الدببة ويعني الأشياء هذه الدمى لأن ترمى في الأرض تمتهن وما يعظمها الطفل وإنما ولا يعظمها أهل البيت وإنما ترمى وتمتهن ما فيها شيء ولله الحمد وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد تلعب مع بنات جواري صغيرات ومعها حصان أو أحصن لها أجنحة فقال ما هذا؟ قالت قال لها فرس له جناح وضحك النبي عليه الصلاة والسلام قالت أما سمعت بخيل سليمان لها أجنحة؟ يعني وشيء من هذا القبيل عموما ما دام أنه تمتهن وترمى في الأرض وكذا ما في بأس للأطفال يلعبون بهذه الدمى أبو علي من ألمانيا بارك الله فيه يقول عندي صاحبي يجمع علب فارغة وأحيانا يحصل على بعض العلب التي من البيرة ثم يبيعها إلى أصحاب الماركات يقول يعني ما حكم ذلك أبو علي بارك الله فيك إذا كان صاحبك هذا يجمع العلب ويلتقط من جملة ذلك علب البيرة وهذه العلب يعني تدخل في عملية تدوير تباع على شركات تديرها وتصنعها من جديد يظهر لي ما في بأس ما في بأس لأن العلبة ليست محرمة لذاتها وإنما المحرم ما يكون فيها أما إذا كان لا صاحبك يقول لا هذه تأخذها نفس المصانع اللي تصنع البيرة المحرمة والبيرة المحرمة فلا يجوز لا يجوز أن يبيع مثل هذه العلب لأن ما حرم بيعه حرم ثمنه بارك الله فيك أبو علي يقول بالنسبة للركعات الأربع اللي بعد صلاة العشاء تكون سرا أم جهرا أخي الفاضل بارك الله فيك أبو علي لا جهرا بما يسمع الإنسان نفسه بما تسمع نفسك لأن الصلوات الليلية سواء السنن أو الفرائض بإجمع العلماء على أنه يجهر بها الجهر الذي يسمع الإنسان نفسه أما إذا كان إمام في المسجد لا يجهر الجهر الذي يسمع من خلفه أما إذا كان منفردا يجهر الجهر الذي يسمع نفسه هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم نال بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول بالنسبة لنا نحن بني آدم حينما نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن يقال بأننا نشعر بمشقة وضربت مثال تقول كنت مريض وحبيت أصوم ستة من شوال وتقول أنكروا عليه أختي أم نال بارك الله فيك بارك الله فيك يعني بالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الخير كله ولذلك الله عز وجل أمرنا بطاعة النبي وباتباعه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره يقول جل وعلا يا أيها الذين استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم الحياة حياة الروح والقلب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله بالحنيفية السمحة ما بعثه بالتشدد ولا بالتنطع ولا بالتعمق ولا بالغلو أبدا النبي عليه الصلاة والسلام دعوته وسنة تمثل الوسطية والاعتدال ولذلك عندنا أخت الفاضلة بالنسبة للسنن استطيع الإنسان يأتي بالسنن التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ما الفرق بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم بشر ونحن بشر صحيح الله عز وجل اصطفاهم لصحبة النبي واختارهم لكن كانوا يأتون بالسنن كانوا يأتون بالسنن في سنن أخت الفاضلة على التنوع يعني الإنسان ما يمكن أن يجمعها جميعا يعني مثل عندنا الدعاء للسفته الله أكبر سبحانك الله و بحمدك ما يأتي الإنسان في الصلاة الواحد يأتي مثلا بدعاء استفتاح ثاني لا يأتي بدعاء واحد فقط فلذلك عندنا سنن كثيرة فيها صيغ يعني مثلا يأتي الإنسان بالصيغة واحد وممكن أنه ينوع فيما بعد ولذلك أخت الفاضلة يعني من السهولة بمكان أن الإنسان يأتي بالسنن ولله الحمد أذكار الصباح أذكار المساء سنن القبلية سنن ما تأخذ من وقت الإنسان وحتى لو أخذت في طاعة و عبادة الإنسان هذه جنة من الجنان التي يتفيأ ظلالها الإنسان و يشعر بسعادة و بلذة و بسرور يشعر بفرح الروح سبحان الله العظيم حينما يتقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام للأسف بعض الناس الآن قاطع طريق أمام الذي يريد أن يأتي بالسنة يقول له هذا يشق عليك هذا كذا طيب هو قادر على هذا إذا كنت أنت عاجز و كبلتك ذنوبك و قيدك الشيطان اترك خلق الله عز وجل اترك خلق الله أنا أعرف أناس كثيرين ما في سنة إلا يأتون بها ما في سنة إلا و يأتون بها ولله الحمد يقومون بأعمالهم بوظائفهم بتجارتهم بحقوق الأهل بحقوق الأولاد بحقوق ما عنده مشكلة أبدا ما تتعارض أبدا فأسأل الله تعالى لنا و لك التوفيق أم نال تقول يعني ابنة خالي تقول تعيش في أوروبا متزوجة من شخص يعنفها تعنيف نفسي و ليس يعني بدني تقول يعني تفكر في الانتحار قلت لها يعني اذهبي إلى القضاء تقول هل علي شيء في قولي لها اذهبي إلى القضاء أختي أم نال لا لك الأجر لك الأجر و الثواب يعني إذا كانت هذه المرأة تعيش مع رجل ظالم و متجبر و متسلط عليها و يؤذيها نفسيا و يحاصرها مثل هذه المحاصرة طبعا العهد على ما نقلتي أنا لا أعرفهم ولا أعرفكي فلكن هذا الوصف و بدأت تفكر بالانتحار و واضح بأن المرأة تعيش حالة من القهر و الكبت و حالة من يعني الألم اللي جعلها تفكر في مثلا الله عز وجل جعلها مخرج ولله الحمد و فرج عندها القانون القضاء و الآن تعيش في أوروبا الحمد لله حتى هناك المراكز الإسلامية و إذا ما وجدت خلاص إلا عن طريق يعني الدولة اللي تعيش فيها ما في بأس تذهب و ترفع دعوة عليه ما فيها بأس لكن تنذره تخبره قبل ذلك تقول أنت أبو عيالي أنا لن أعصي لها بك كما عصيت الله بي أنا أعطيك فرصة و مهلة تتق الله تعود إلى رشدك و تترك الله التعنيف و الأذية و إلا أنا سأرفع عمرك إلى الحكومة هنا حكومة هنا يبهذلونك تقول لهذا الكلام أنا لا أريد أن أبهذلك ما أريد أن أؤذيك إذا كنت أنت لم تتقلها فيي أنا سأتق الله فيك لكن كل شيء لحد تقول الكلام هذا إن استجاب و ارتدع الحمد لله ما استجاب أبدا و تلجأ أو ما تلجأ للمراكز الإسلامية هناك فإذا كان عندهم حل الحمد لله ما كان عندهم حل تنقذ نفسها يعني بدل ما تذهب تستعجل النار كيف تستعجل النار أحد يطرب النار المنتهر إلى النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أم نال أيضا تقول في قول الله تعالى وَقُلْ أَعْمَلُوا وَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَهُ فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ تقول من هم المؤمنون المؤمنون نحن وأنت وجميع المسلمين هذا المقصود العام هذا المقصود العام أما إذا جئنا إلى سياق الآية وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ يعني بعض العلماء جعلها هنا قيد المؤمنين بالصحابة لأن الآية هذه له وجه من أوجه التفسير مذكور في كتب التفسير لكن على العموم لا على العموم وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ثم تردون إلى عالم الغيب يعني أهل الإسلام بارك الله فيك أم نال تقول والدي توفي وكان رجل يعني عابد ويختم القرآن ختم في رمضان 12 مرة لكن عنده مشكلة كان رحمة الله علي عصبي ويقول لك ربانا تربية الصحيحة يعني هل هذه التربية سبب من أسباب مغفرة الله عز وجل له لقضية الغضب وكذا أختي الفاضلة أم نال يعني إذا كان الأب غضبه لأجل مصلحتكم الدينية والدنيوية فهذا يحمد على هذا فأي أب يغضب على أولاده غضب منضبط في مسائل الدين يعني يشوفهم فرطين في الصلاة وفرطين في قراءة القرآن عندهم تساهل وكذا هذا له أجر عظيم وثواب كبير أيضا في مسائل الدنيا كان يشوف عند أولاد يعيشون حياة سبهلة حياة يعني يحاولون أن ينزعون إلى الترف بعيد عن العمل إهمال كسل ويغضب عليهم ما في شيء أما إذا كان غضبه لأغير منضبط مصحوب بشتم ولعن وسب وأذية وأنتم تعتقدون بأنه ما تستحقوا مثل هذا الأمر تقدرون هذا الشيء فإن شاء الله يوجر يعني هو الذنوب الذنوب التي يعني يرتكبها الإنسان تكفيرها يكون بأحد ثلاث أشياء إما بتوبة مقصودة مقصودة توبة لهذا الذنب وإما بحسنات عظيمة ماحية تمحي هذا الذنب حسنات يعني مثل تربية الأولاد حسن عظيم رجل رب عياله عنده ذنوب رب عياله تربية صحيحة وسليمة علمهم الصلاة وحفظهم القرآن وعلمهم على الصدق وكذا هذا سبب بإذن الله من أسباب تكفير الذنب ماذا؟ لأن تربية الأولاد من الحسنات العظيمة من الحسنات العظيمة أو ابتلاءات يبتلى الإنسان فيها يكفر الله عز وجل عنه الخطايا والذنوب أبو علي من العين يقول بعض الناس لما نصلي وراء الإمام ويقرأ اهدنا الصراط المستقيم يقول اللهم اهدنا واهدي بنا وإياك نعبد وإياك يقول استعنا بالله أبو علي بارك الله فيك إذا كان في صلاة التراويح مثلا ما في بأس إذا كان في صلاة التراويح يجوز للمأموم أن يعني يتدبر ويتأمل في هذه الآيات ويدعو الله عندها أما إذا كان في صلاة الفريضة لا غلط بعض العلماء يبطل صلاته بعض العلماء يبطل صلاة المأموم الذي يتكلم والإمام يقرأ ويدعو بمثل هذه الطريق فنبه الناس بارك الله فيكم أنا أقول بعض العلماء ولذلك في صلاة الفريضة المأموم يجب عليه أن ينصت ويستمع إلى قراءة الإمام وإذا مر الإمام بآية رحمة ما يقول كذا وبآية عذاب ما يستعيد وبآية تسبيح هذا في النافلة سواء كان صلى لوحدي أو مع الإمام في صلاة التراويح أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يقول اليوم الحمد لله نويت الصيام يقول في وقت صلاة الفجر قمت الفجر عندنا ثلاثة وثلاثة يقول أنا قمت وأكلت ثلاثة وثنين وثلاثين يقول أخذت مرات ويقول كملت يعني أبو محمد بارك الله فيك يعني إذا كنت أنت قمت والمؤذن لم يؤذن فشربت ماء أو أكلت ثم الأذان أذن وكملت اللي في فمك مثلا ما عليك شيء أما تقول لي لا والله أنا قمت والأذان يؤذن وبدأت أكل وما شاء الله تقول بعد كملت لا أنت الآن أكلت بعد متعمدا بعد طلوع الفجر فبالنسبة ما دام الحمد لله اليوم يوم نفل ما عليك شيء بإذن الله قصدي من حيث التكميل يعني لو كملت ما عليك شيء ولو أفطرت وهذا ما عليك شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصائم المتطوع أميره نفسه إن شاء صامه وإن شاء أفطر أبو محمد يقول فيه نقاش بينه وبين بعض الزملاء يعني بعض الأخوان اللي جالسين يقول يعني قلت أنا مثلا لكم دينكم ولي دين أرد على واحد قال لي واحد لا هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أبو محمد بارك الله فيك تعرف سورة قل يا أيها الكافرون يعني سورة عظيمة من سور الإخلاص والمقصود قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون إلى آخري طبعا ذكروا سبب للنزول قالوا بأن قريش اجتمعت بعدما يئست من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا طيب يعرضون عليه ما رأيك تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة فجاءت هذه الآية فيها تهديد هذه الآية فيها تهديد يعني قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين هذا ليس على التخيير وليس على الإباحة هذا على التهديد مثل قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا ليس معناه والله إذا حبيت تكفر أو كفر لا هذا على التهديد يعني مثل ما تقول لحد عيالك مثلا تسوي ولا لا تسوي ويشوف أنك غضبان عليه يقوله مثلا إن سويت أو ما سويت يصير خير مثلا أنت تهدده قاعد تهدده فلذلك يا أخي الفاضل هذه الآية ما يصلح أني أخاطف فيها مسلم حتى لو كان على سبيل الجدال والنقاش أو ما يعني حتى لو كان في مسائل يعني حتى شرعية ما ينبغي لأن هذه لها وضعها الخاص وهي من صور الإخلاص وهي تشير إلى توحيد العبادة بارك الله فيك أم عمر من مصر بارك الله فيها تقول عندي يعني بنت ولد أولاد أختي تقول يعني أربيهم وكذا عندها تقول يعني أصيبت طبعا عندها مرض في القلب تقول وأصيبت بكورونا وقلت أنا سأذبح عجل عندما تأتي تأتي يعني تدخل علي الشقة أو البناية تقول هل يلزم أني أذبحها عند البناية ولا لا ممكن أذبحها عند الجزار أختيهم عمر بارك الله فيك يعني إذا كان قصدك أنت يعني أن خرجت من المستشفى ودخلت علي سأذبح عجل عند دخولها البناية وتقصدين الفرحة بسلامتها وتذبحين في نفس الظرف ونفس الوقت يعني الظرف الزماني ونفس يعني فرح بها ما يلزمك أن تكون في البناية ما يلزمك أن تكون في البناية أما إذا حددت تقول الله أنا سأذبح عند البناية يعني نذرا لله أني أذبحها عند البناية عند الشقة مثلا ونما تدخل علي فيعني من أهل العلم من ذهب إلى أنه يلزم ذلك يلزم ذلك وذلك لما صح أن رجلا قال يا رسول الله أني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة مكان فقال النبي وقال هل فيها عيد من عياد الجاهلية عفوا هل فيها عيد من عياد الجاهلية قال لا قال هل فيها وثن يعبد قال لا أوف بنذرك أوف بنذرك وبعض العلماء قالوا إذا الإنسان مثلا نذر نذر على أن يذبح في مكان لا يلزمه ذلك قالوا لا يلزمه ذلك وإنما المقصود هو الذبح قالوا المقصود هو الذبح فيا أختي أم عمر إذا ما يشق عليكي اذبح عند البناية ما دام لله عز وجل ما عندك أي اعتقاد آخر إذا يشق عليكي ما في بأس لو ذبحت عند الجزار أهم شيء تذبحين يعني العجل أم عمر تقول أنا الحمد لله يعني كنت مواضبة على الورد اليومي ولكن للأسف مريت من سنة بأمور وتكاسلت بسبب الدنيا والانشغال تسأل تقول يعني ما الحل أم عمر بارك الله فيك أولا أبشرك بخير أي إنسان يشعر بتغير في نفسه يقول أنا كنت والآن ضعفت هذه علامة حياة القلب حياة القلب المشكلة وين المشكلة في ناس والأسف الشديد يشوفون أنفسهم ينزلون ويضعفون ويفترون في العبادة ولكأن همهم شيء ما كأن في شيء أما الشخص الذي فعلا دائما ينتبه يقول وين أنا كنت والآن وين يحاسب نفسه وكذا هذا إن شاء الله دلالة وعلامة على أن قلبه حي ولذلك حنظل الأسدي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة وقال نافق حنظل يا رسول الله هو صحابي جليل قال وماذا قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى إذا عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد والأموال نسينا فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشيكم ولكن ساعة وساعة يعني الإيمان يزيد وينقص فأبشر بخير ما دمت أنك فعلا تحاسبين نفسك وتفكرين في هذا الأمر أنت على طريق السلام والخير الأمر الثاني أخت الفاضلة طبيعي جدا مسألة الفتور يعني خاصة المرأة بالذات قبل الزواج تكون حالتها غير في التديون والاستقام منما تزوج حقوق الزوج حقوق الأولاد حقوق البيت يعني تبدأ عملية كمية العبادات المشروعة تنقص عندها في الغالب ولذلك أخت الفاضلة طبيعي هذه مسألة التغير وممكن تعودين بعد ما تترتب أحوالك وأمورك المسألة الأخرى حاولي قدره ما استطاع الفتور هذا شيء طبيعي فالأهم شيء أنك تعودين يعني ممكن الإنسان فيه أحيانا الإنسان مثل ما يقولون من عرف الداء استطاع أن يضع الدواء أنت الآن قد يكون عندك عدم ترتيب برنامج يومك غير مرتب ممكن ترجعين ترتبين خلاص عندك الورد اليومي هذا يعني مثل ما يقولون تجعلين مثل فريضة ما تكلمين أحد ما تعملين الورد اليومي أواضب عليه الساعة مثلا متى الصباح مثلا أو الضحى فترة الضحى مثلا خلاص أواضب عليه وأجاهد نفسي ستعودين بإذن الله تعالى وتجدين هذا ممر الوقت أنك عدت بشكل طبيعي وأسأل الله مع الدعاء دعاء الله عز وجل الإعانة والتوفيق والتسجيل هذا مهم جدا يعني لو لله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا طبعا المخرج يقول لي خلاص انتهى الوقت وأنا حاب أني أكمل بعض الشيء لكن إن شاء الله لعل في لقاءات قادمة أشير إلى بعض يعني هذه الأمور المساعدة أبو خليفة وأم أمير وعمر من الشارقة ومرام من السعود اعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج يعني أجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة والسلام عليكم ورحمة الله